صنفان من القلوب قلوب قاسية وقلوب منكسرة أنا عند المنكسرة قلوبه سبحانه وتعالى هو الذي يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم القلوب المنكسرة هي القلوب المنكسرة في فناء محمد وآل محمد وبداية الانكسار من التسليم أن نسلم له وهذا موضوع واسع لكنني سأقرأ بعض الأحاديث لتقريب الفكرة والصورة أقرأ عليكم من مختصر البصائر والكتاب في أصله لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا والذي اختصره الحسن بن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 223 رقم الحديث 216 بسنده عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي زيد الشحام يقول قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه أتدري بما أمر الإمام الصادق يقول لزيد الشحام أتدري يا زيد بما أمر الإمام يتحدث عن الناس عن الأمة عن الشيعة أتدري بما أمر بأي شيء أمرت الشيعة أمر بمعرفتنا هذا الأمر ليس خاصا بالشيعة لكنني لأنني أتحدث عن الشيعة هنا فأجعل الكلام خاصا بهم الشيعة هم الأولى أن يتوجه إليهم هذا الأمر وإلا فهذا الأمر موجه لكل الآدميين أتدري بما أمر أمر بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا هذا هو تعريف دين محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم أتدري بما أمر أمر بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا حديث آخر صفحة 231 رقم الحديث 234 بسنده عن أبي الصباح الكناني الخيبري قال قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه إنا نتحدث عنك بحديث فيقول بعضنا قولنا قولهم قولنا قول محمد وآل محمد أبو الصباح الكناني يقول للإمام الباقر إنا نتحدث عنك بحديث ننقل كلاما من كلامك يا ابن رسول الله فيقول بعضنا قولنا قولهم لا نناقش في شيء نحن مسلمون له الإمام الباقر يقول لأبي الصباح هذا فما تريد أتريد أن تكون إماما يقتدى بك من رد القول إلينا فقد سلم كان مسلما قد أفلح المؤمنون في سورة المؤمنون الآية الأولى بعد البسملة في تفسيرهم قد أفلح المسلمون المسلمون لعلي وآل وآل علي قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون إنا نتحدث عنك بحديث فيقول بعضنا قولنا قولهم قال فما تريد الإمام الباقر يقول لأبي الصباح الكناني فما تريد أتريد أن تكون إماما يقتدى بك من رد القول إلينا فقد سلم حديث جميل في الصفحة نفسها رقم الحديث 236 بسنده عن الفضيل بن يسار قال دخلت على أبي عبد الله أنا ومحمد بن مسلم الفضيل ومحمد إنه محمد بن مسلم الطائفي من خيرة أصحاب الأئمة فقلنا الفضيل ومحمد فقلنا ما لنا وللنا نحن لا شأن لنا بالناس هل مدحونا ذمونا هل ذهب الناس يمينا هل ذهب الناس شمالا ما لنا وللناس ما لنا وللناس بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه كففتم عنه لا أظهرتم ولا يتكم له ولا أظهرتم براءتكم منه كففتم عنه نحن معكم إذا ما واليتم أحدا يا أهل محمد نحن نوالي وإذا ما تبرأتم من أحد نحن نتبرأ منه وإذا ما كففتم عن أحد لا توليتم ولا تبرأتم منه نحن كذلك نفعل فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق يده إلى السماء وقال والله هذا هو الحق المبين رفع يده لتأكيد قسمه ويمينه كأن يرفع يده هكذا لتأكيد قسمه ويمينه والله هذا هو الحق المبين أعيد قراءة الرواية لأهميتها الفضيل بن يسار يقول دخلت على أبي عبد الله على إمامنا الصادق أنا ومحمد بن مسلم فقلنا ما لنا وللنا بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق يده إلى السماء فقال والله هذا هو الحق المبين هذا المضمون تجمله كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليط إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق بعد أن تحدث عن قلة قليلة من مراجع التقليد عند الشيعة الذين يكونون مرضيين عند إمام زماننا وتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى ووصفهم بأخطر الأوصاف من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أضروا على الشيعة من شمر ومن حرملة أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام الإمام يتحدث عن عوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذه بداية التسليم القلوب المنكسرة بداية انكسارها في التسليم لمحمد وآل محمد وبداية التسليم هنا في هذه الكلمات الشريفة الوجيزة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة عن المراجع الكبار الذين تقلدهم أكثر الشيعة سياق الرواية واضح جدا في هذا المضمون لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله من مراجع الشيعة الأكثر في زمان الغيبة الكبرى ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذا هو التسليم يوفق للتسليم يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فهذا ما هو بتسليم للفقي هذا تسليم لمحمد وآل محمد عبر الفقي فإن الفقي نقل حديثهم فإن الفقي نقل فقههم فإن الفقي نقل تفسيرهم فإن الفقي نقل عقائدهم فهذا التسليم ليس للفقي لا يجوز لنا أن نسلم لغير المعصوم لا يجوز لنا أن نسلم حتى للنائب الخاص الذي يأمرنا الإمام بالتسليم إليه نحن سنسلم إليه طاعة لإمامنا نسلم لنائبه الخاص لأنه هو الذي أمرنا بالتسليم إليه نحن لا نسلم للنائب الخاص ولا للنائب العام إذا كان هناك من نائب عام نحن لا نسلم لأحد نحن لا نسلم لسلمان الفارسي نحن نسلم لعلي أمير المؤمنين إذا أمرنا علي أمير المؤمنين أن نسلم لسلمان الفارسي نسلم لسلمان لا لأجل سلمان لأننا نسلم لعلي أمير المؤمنين التسليم فقط لمحمد وعلي وفاطمة وللأئمة من أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء فقط الذين يجب أن نسلم لهم حتى الذين في أعلى المراتب كالعقيلة الكبرى وأب الفضل العباس نحن لا نسلم لهم إنما نسلم لهم لأنهم وجه محمد وآل محمد نحن لا نتعامل مع العقيلة والعباس مثلما نتعامل مع سلمان لا وجه للمقايسة بين سلمان وبين العقيلة والعباس لا وجه للمقايسة مطلقا من جميع الجهات إذا ما سلمنا للعقيلة وللعباس نسلم لهما لأنهما وجه محمد وأهل محمد التسليم فقط لمحمد وعلي وفاطمة هؤلاء أئمة الأئمة ولأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم وليس هناك من تسليم لغير هؤلاء نسلم للعقيلة الهاشمية ولأبو الفضل العباس لا لأجلهما ذاتيا لأنهما وجه محمد وآل محمد أما سلمان وأمثال سلمان إذا ما أمرنا علي أن نسلم لهم إننا لا نسلم لهم وإنما نسلم لهم تسليما لعلي التسليم لعلي 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 فقط التسليم لمحمد وآل محمد فقط التسليم في زماننا للحجة بن الحسن فقط إذا ما سلمنا للفقيه المرضي عند صاحب الزمان فما هو بتسليم لذلك الفقيه حتى لو أمرنا صاحب الزمان إنه تسليم للفقيه بأمر صاحب الزمان هو في الحقيقة تسليم لصاحب الزمان كسجود الملائكة لأبينا آدم في ظاهره سجود لأبينا آدم وفي الحقيقة هو سجود لمحمد وآل محمد ما هو بسجود لأبينا آدم كان السجود لنور لقبسة نور من محمد وآل محمد أشرقت في أبينا آدم السجود لقبسة النور هذه في ظاهر الأمر سجود لأبينا آدم أبونا آدم كان قبلة ومضمون القبلة وروح القبلة قبسة نور من وجه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه الكلام مداره مدار التوفيق ولذا تلاحظون أنني دائما حين أتحدث في أجواء العلاقة مع إمام زماننا أقرن حديثي بذكر التوفيق فهذا هو منطقهم وهذه هي ثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن بداية التسليم من هنا أنا عند المنكسرة قلوبهم صاحب الزمان أخلاقه أخلاق الله هم الذين يأمروننا أن نتخلق بأخلاق الله محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي والقائم المهدي أديبي فصاحب الأمر هو هو الذي يقول كما يقول الله أنا عند المنكسرة قلوبهم بداية الانكسار في هذه القلوب عند التسليم ما لنا وللنا ما لنا وللنا بكم والله نأتم وعنكم والله نأخذ ولكم والله نسلم كما قرأت عليكم قبل قليل الحديثة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم حينما دخلوا على إمامنا الصادق فقالوا له ما لنا وللنا ما علاقتنا بالناس ما لنا وللنا بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم نسلم ومن ومن وليتم تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه فرفع إمامنا الصادق يده إلى السماء مقسما والله هذا هو الحق المبين فإمام زماننا عند المنكسرة قلوبهم وبداية انكسار القلوب بالتسليم لإمام زماننا وبداية التسليم هو هذا المضمون الذي يعلمنا ويربينا عليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الشيعي ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الملبس الكافر ويجمع على من أضله لعنة الدنيا وعذاب الآخرة نذهب إلى فصل